تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمية حيث تمكنت من ضبط خمسمائة وسبع وخمسين قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة ثلاثمائة وستة وسبعين طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تمضبط قرابة مائة وتسعة أطنان وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأعلى من السعر الرسمي للأرز الأبيض تمضبط قرابة مائتين واربعة وخمسين طن وفي مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط أكثر من ثلاثة عشر طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 6207 قضايا من بينها 1553 قضية خبز ناقص الوزن و1349 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط ثماني قضايا بمضبطات بلغت قرابة 288 طول اشتركوا في القناة